اشتركوا في القناة دورة 2016 والتمرين الثاني وضع في شهادة التعليم متوسط دورة 2013 وكلاهما متعلق بالميدان الثاني المادة وتحولتها درس التحليل الكهربائي البسيط اذا سنتعلم اليوم طريقة حل تمارين من الشهادة معناه في شهادة التعليم متوسط ايضا 2022 وانتم مقبلون عليها عزيزي التلميذ ستجدون بإذن الله تمارين مشأبها لهذه التلميذ فقط لذا لا داعي للخوف ابناء التلميذ وركزوا وتوكلوا على الله عز وجل اذا سنبدأ اولا بالتمرين الاول نضع في وعاء تحليل الكهربائي مصرياني من الغرافيت الغرافيت او الفحم مسحوقا شارديا جافا الوثيقة واحد اذا في الوثيقة واحد لدينا مصرياني من الفحم كما نلاحظ وهنا مسحوق جاف مسحوق معناه جسم صلب وهو شاردي جسم صلب شاردي وهنا تم الإشارة إلى أن هذا هو المهبط لو نلاحظ أنه مربوط بالقطب السالب وهنا المصعد لو نلاحظ أنه مربوط بالقطب الموجب اذا بعد خلق القاطعة هل يتوهج المصباح برر إجابتك اذا سؤال بسيط جدا ولكن عليك عزيزي التلميذ أن تجيب عليه إجابة كاملة حتى تأخذ نقطة كاملة إذن كيف نجيب هنا أولا نقول له أن المصباح لا يتوهج التعليل الآن كيف نعلل نقول له لأنه مسحوق شاردي أي جسم صلب شاردي شوارده ليست حرة الحركة يجب أن نضيف هذه الكلمة شوارده ليست حرة الحركة وبالتالي لا ينقل التيار كهربائي إذن سنجيب عن السؤال الأول إذن سأكتب هنا التمرين الأول معناها تمرين شهادة تعليم التوسط 2016 إذن السؤال واحد نكتب لا يتوهج المصباح لأنه جسم صلب مسحوق جسم صلب شاردي شوارده ليست حرة الحركة وبالتالي بما أنها ليست حرة الحركة فلا تنقل التيار الكهربائي هذه الكلمة أيضا مهمة لأنه بما أن التيار لم ينتقل إذن لم يتوهج المصباح إذن الإجابة يجب أن تكون كاملة هكذا السؤال الثاني الآن نوضيف للمسحوق السابق معناها هذا المسحوق ماء مقتر لنتحصل على محلول ماء ثم نغلق القاطعة فينطلق غاز الكلورسيال إثنان عند المسعد تصاعد كما قلنا فقعة غازية مخضرة اللون كما شرحتها سابقا لغاز الكلور وتترصب شعيرات من معدن القصدير أسآن عند المهبط إذن ترصب شعيرات عند المهبط وتكون في الجزء المغمور من المحلول ألف استنتج السيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول الآن لدينا القصدير يصبح شاردة موجبة لأنه يفقد إلكترونين ومن جزء غاز الكلور ذرة الكلور تصبح شاردة سالبة سيئة الموالي لأنها تكتسب إلكترون واحد وبالتالي نستطيع كتابة السيغة الشاردية والمحلول اسمه محلول كلور القصدير محلول كلور القصدير إذن إثنان ركزوا جيدا سنكتب هنا إثنان آلف طريقة كتابة الترقيم وتنظيم التمرين عليها علامة معناه حذاري أبنائي عندما تبدأوا في كتابة الأرقام نكتبها كما هي إثنان آلف نكتب إثنان آلف إذن استنتج السيغة الشاردية السيغة الكيميائية الشاردية إذن كيف نقوم بكتابة السيغة الشاردية بوضع قوسين العلامة موجب في الوسط نحول الذرة إلى شاردة تصبح أسآن إثنان موجب لأنها تفقد إلكترونين زائد هنا نكتب شاردة الكلور سيئة سالب الآن إثنان موجب واحد سالب يجب علينا الموازنة إذن نظري في إثنان ويصبح المحلول الشاردي أسآن إثنان موجب زائد إثنان سيئة الموازنة با أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتباع الحادث عند كل مصر معناه عند المصعد وعند المهبط نكتب هكذا با نبدأ أولا عند المهبط من الأفضل أو نكتب من الأفضل المعادلة المعادلة النصفية لأنها نصف معادلة عند المهبط هكذا حتى تكون إجابة منظمة عند المهبط تتجه نحوه ماذا شوارد القزير إذن آسآن إثنان موجب كل شاردة من شوارد القزير تكتسب إلكترونين لأنها قد فقدت إلكترونين من قبل فنتحصل على ماذا نتحصل على معدن القزير آسآن الآن المعادلة النصفية عند المصعد المعادلة النصفية دائما في سؤال با عند المصعد عند المصعد تتجه نحوه شوارد ماذا الكلور لأنه ينطلق غاز الكلور عند المصعد ينطلق غاز ثناء الكلور إذن بما أنه ستتجه نحوه شوارد الكلور إذن نكتب سئال ولكن هنا ليست شاردة واحدة سأكمل وأشرح لكم إذن شاردة الكلور تتحول إلى ذرة الكلور بعد أن تفقد بعد السهم نكتب تفقد قبل السهم تكتسب لأنها في المتفاعلات وهذه في النواتج تتخلى أو تفقد إذن إلكترون واحد ولكن نحن نريد أن نتحصل على غاز الكلور معناها ذرتين من الكلور إذن يلزمون شاردتين من الكلور ويفقدان إلكترونين الحالة الفيزيائية هنا لا نسها محلول مائي وهنا صلب لأنه معدن هنا أيضا محلول مائي وهنا غاز أنه يطلق على شكل غاز السؤال جيم استنتج معادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في وعاء تحديل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي إذن لو نلاحظ أنه تمرين من تمارين شهادة تعليم التواسط دور 2016 وهو تمرين بسيط معناها لا شيء نخشاه أبناء تلاميذ الشهادة مجرد اختبار أو فرض جيد إذن نكتب الآن رقم السؤال جيم هكذا إذن نكتب المعادلة الإجمالية المعادلة الإجمالية ماذا نفعل نقوم بجمع المتفاعلات والنواتيش هنا نقوم باختزال إثنان إلكترون مع إثنان إلكترون إذن نكتب ماذا يتبقى لنا أسآل إثنان موجب زائد ماذا يتبقى لنا في الثانية إثنان سآل لماذا بدأت بالمهبط حتى أكتب الموجب هي الأولى ثم السالبة أضعهم للإثنين من قوسين أكتب محلول مائي لأن كلاهما محلولا مائي ويشكل لنا محلول مائي السيغة الشاردية التي كتبناها سابقا إذن السيغة الشاردية التي كتبناها سابقا ساهم ماذا ينتج الآن ينتج لنا معدن القصدير زائد غاز ثنائي الكلور نكتب حالة بزائية صلب غاز هذا فيما يخص ثمانين أول والإجابة المفصلة عنه الثمانين الثاني الآن ثمانين شهادة تعليم متوسط 2013 أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شارد سيغاته زائد آن إثنى موجب زائد إثنى سيئة موعة باستعمال وعاء التحليل كهربائي مصراياه A و B من الفحم أو الكربون يكون إما المصرا من الغرافيت أو من الكربون أو الفحم الكربون ونفسه الفحم الوثيقة واحد إذن لدينا وثيقة إذن هنا تم ترميز لهذا المصرا بA وهنا بB وهنا كتبت شوارد الزينك المجابة وشاردة كلور السالبة وندينا ضعر كهربائية وهذا ما يسمى بوعى التحليل الكهربائي ألف سمي المحلول الشارد الذي سيغته زائد آن إثنان زائد إثنان سيئة موعة حتى نستطيع تسمية محلول ما نبدأ من اليمين إلى اليسار إذن هذه ماذا شاردة كلور إذن كلور هذه شاردة الزينك إذن نقول كلور الزينك محلول كلور الزينك إذن ألف سأكتب إجابة عن التمرين الثاني هنا إذن هذا الأول وهذا الثاني إذن واحد محلول كلور الزينك السؤال الثاني الآن أو ألف هنا حذاري لا نكتب واحد نكتب مثل ما قاموهم بكتابة إذن ألف ب نغلق القاطعة فين طلقها سنائي كلور عند أحد المسريين ويترسب معدن الزينك على المسرى الآخر واحد تم المسرى أ والمسرى ب إذن نذهب إلى الرسم نلاحظ أن المسرى أ مربوط بالقطب السالب إذن ما هو هو المهبط دائما المربوط بالقطب السالب هو المهبط و ب مربوط بالقطب الموجب إذن ب هو المصعد إذن نكتب إذن ب واحد إذن نكتب هكذا المهبط هنا لم يطلب مني التعليل لأن في بعض تمارين يقول لك عل لماذا مهبط ولماذا بمصعد نقول له لأنه مربوط بقوة سالب والمصعد مربوط بقوة موجب هنا لم يطلب مني التعليل فلا داعي لكتابته نكتب بي المصعد يقول بساطة جاي السؤال الذي يليه الآن إثنان عين على الرسم جهة حركة كل من معناها شوارد الزينك الموجب والسئة الموان شوارد كلور الآن ماذا عليك عزيز تلميذ أنت على ورقة إجابة أن تقوم بإعادة هذا الرسم الجديد على ورقة إجابة ثم تأتي بقالم الرصاص وتحدد اتجاه كل من شوارد الزينك وشاردة كلور لأن هذا ما يسمى بهجرة الشوارد بحيث الشاردة الموجب تتاجه نحو القطب السالب معناه عند المهبط إذن نرسم له سهم هكذا والشاردة السالبة تتاجه نحو القطب الموجب معناها المصعد إذن نرسم له بسهم هكذا لأنه طالب مني تعيين على الرسم جهة حركة كل من زاد أن إثنى موجب واسئا هكذا بكل بساطة ثالثا أكتب معادلة الكيميائية عند كل من المصرأة والمصرأة إذن نبدأ بالمصرأة المصرأة والمصرأة هو ماذا؟ المهبط إذن نبدأ بالمهبط إذن هذا سؤال ثلاثة إذن إثنان أجبنا عليه وهو الرسم ثلاثة الآن المعادلة النصفية عند المصرأة بين قوسين المهبط إذن هكذا إذن المهبط ما هي الشوارد التي قلنا ستتجه نحوه؟ شاردة الزنك إذن نكتب زاد آن إثنان موجب زائد ماذا؟ كم من إلكترون؟ دائما هذا الشيء لا يتغير عندما تكون شاردة ثلائية إذن دائما تكتسب إلكتروني إذن زائد إثنان إلكترون بكل بساطة ساهمة تتحول إلى ماذا؟ إلى معدن الزنك إذن إلى معدن الزنك الآن المعادلة النصفية عند ماذا؟ النصفية عند المصرأ بي وهو المصعد دائما عند المصعد أعزائي التلاميذ عندما يكون محلول من نوع كلور معدن كلور قصدير كلور نحاس كلور الزنك دائما عند المصعد يكون إثنان سي آل مو يجب عليكم حفظها ساهمة توطينا سي آل إثنان زائد إثنان إلكترون هذا لا يتغير لا نسأل حلب زائي أبناء التلاميذ هنا محلول مائي هنا محلول مائي هكذا هنا الصلب لأنه معدن هنا غاز الآن سؤال الذي يليه أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل لو نلاحظ أبنائي أنها تمارين بسيطة ويجب على تلميذ التركيز فقط القليل من التركيز وتأخذ العلامة كاملة بإذن الله تأخذ العلامة عشرين في الشهادة بإذن الله إذن رابعا المعادلة الإجمالية إذن مثل ما قمنا به سابقا نقوم بجمع متفاعلات نختزل إثنان إلكترون مع إثنان إلكترون إذن زاد آن إثنان موجب زائد إثنان سي ألمو نضعها بين قوسين هنا نكتب محلول مائي ساهم معدن الزينك زائد ماذا غاز هنا إكلور هنا نكتب غاز هنا نكتب عفوا هنا غاز كلور وهنا صليد الصلب ونكون بهذا قد أنهينا حل التمرينين المقترحين للفرض الأول عفوا الفرض الثاني معناه للفصل الثاني وحتى في الاختبار ممكن أن تجدوا تمرين مثل هذين التمرينين لأن الأساتذة غالبا ما يقدمون تمارين من الشهادات حتى يقوموا تلاميذتهم فأتمنى أن يكون هذا الشرح واضح وبسيط وأي سؤال أو سبسار أعزائي التلاميذ تركوا تعليقات في الفيديو ولا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة